إليكم قراءة موجزة في عنوين الصحف الصدرة اليوم ببلدان أوروبا الغربية ومستهلها من فرنسا حيث هتمت صحيفة ليبيغاسيون بخبر استقالة حكومة إدوارد فيليب وتعيين إمانويل ماكرون لرئيس وزراء جديد في شخص جون كاستيكس وكتبت اليومية أنه بتعيين رجل غير معروف لدى عموم الفرنسيين ومن دون قاعدة حزبية معروف بحسه التنظيمي والتواصلي لكن مع غيابه عن الحياة السياسية الوطنية ومن ثم بدون استقلالية يكون رئيس الجمهورية قد عين قائدا للأركان أو مجرد متعاون كما كان يقول الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي وحول نفس الموضوع اعتبرت صحيفة لليبغ بلجيك البلجيكية أن تعيين الرئيس الفرنسي ليكاستيكس يأتي في مواجهة عدم الارتياح المتواصل للمجتمع الفرنسي والطفرة القوية للأكولوجيين في الانتخابات البلدية والابتعاد الشامل للمرشحين عن معسكره حيث أراد بذلك ضخ دماء جديدة في فترة ولايته التي تبلغ مدتها خمس سنوات من جانبها اهتمت يومية زود دوتشت سايتونغ الألمانية بمصادقة البوندستاغ أمس على التخلي التدريجي عن استخدام الفحم كمصدر للطاقة بحلول سنة 2038 وأبرزت الصحيفة حجم المساعدات المالية الممنوحة للمناطق التي تعتمد على الفحم الحجري في إطار خطة التخلص من الوقود الأحفوري حيث تم رصد 40 مليار يورو للمناطق المتضررة إلى جانب تقديم تعويضات للأشخاص الذين سيفقدون وظائفهم جراء ذلك وفي إسبانيا كتبت صحيفة لاراثون أن حكومة البلاد لم تبلغ بعد هدفها المتمثل في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الدعم السياسي القوي لإجراءات إعادة الإعمار الاقتصادي والاجتماعي واعتبرت لاراثون أن الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع في مجالي الصحة والسياسة الخارجية فضلا على الانسجام الجيد بين فرق العمل في الحزبين العمالي الاشتراكي والشعبي لم تكن كافية للتوصل إلى التوافق المنتظر صحيفة لطون السويسرية تطرقت من جانبها لتطبيق تعقب فيروس كورونا مشيرة إلى أنه على الرغم من احتمال تجاوز عتبات مليون تطبيق مشغل عند نهاية هذا الأسبوع فمن السابق لأوانه الحديث عن النجاح حيث يبدو أن غالبية السكان لا يثقون في هذا التطبيق